يا جماعة من فضلك أنا بس عايز تاني وأكد أستاذ إبراهيم معلش لأن كفانة تحفيل على بعض يعني كده بنطمئن على النادي الآهل بنطمئن على قدرة اللي هي أصلا مش محل شك ولا يعني اختبارات قدرة إدارة النادي الآهلي على إدارة أزماته وقضاياه عموما معنى على الهاتف دون تحفيل ولا تهويل ولا تهليل معنى على الهاتف المحامي الكبير الأستاذ محمد أصمان محامي النادي الآهلي في هذه القضايا أستاذ محمد أهلا بيك مساء الخير يا أستاذ إبراهيم على حضرتك والبشمان سعد لي وعلى كل مشاهدينكم الكرام مبروك هذا الحكم للقانون والساحة الرياضية اللي بيأسس وبيعزز حاجات كتيرة في الانتجاه الصحيح بالطبع حكم إضافة ويعد انتصار واضح لكل اللي قاله النادي الآهلي وكل مطالباته ومنشاداته والحكم أيضا أوضح أن هناك خطأ وهذا الخطأ يستوجب الضرر بعيدا طبعا عن الاختيمة المادية لكن في النهاية الحكم أرثى مادة وأكد على صحة وسلامة موقف النادي الآهلي في كل مطالبة به وردا على استضاح البشمان بسعد لي عما إذا كان الحكم ده نهائي ولا يجوز استقناف ولأ هذه الأحكام يجوز استقنافها لأطرافها أي النادي الآهلي أو السحاد الفورة خلال 40 يوم واللجنة القانونية ستبحث ما إذا كانت استطعت عن الحكم بالاستقناف من عدم خلال الساعات القرية القادمة إن شاء الله طب إيه الجهة المختصة بنظر الاستقناف؟ يعني ده مركز التسوية إيه الجهة المختصة بنظر الاستقناف؟ أيضا بموجب لايحة مركز التسوية للتحكيم الرياضة المصري هناك هي أستقنافية تنعقد أيضا في مركز التسوية دي اللي شكلت مؤخرا مش كده؟ نعم دي اللي شكلت مؤخرا من قبل اللجنة الأولمبية آه لا دي منظمها على لايحة واللايحة دي معتمدة ومنشورة في الجريدة الرسمية زي قانون أو دستور مركز التسوية لايحة مركز التسوية هي دستور هذا المركز وتبيخ لأطراف القصومة الطعن على هذه القرارات الصدرة من هذه الهيئة أمام لجنة أعلى أو هيئة استقنافية بذات المركز أيضا وده يبقى حكمها اللجنة الاستقنافية دي هو آخر درجة ولا فيه بعد كده؟ هو الحكم الاستقنافي هو الحكم النهائي والواجب النفاذ وما يروحش بقى بيه لأي جهة دولية حد لا الحكم بيتم إذاعه ويزيل بالصيغة التنفيذية عقب صدوره من الهيئة الاستقنافية ويتم تنفيذه فورا طيب أنتوا بتدرسوا كنادي أهلي أوجه الاستقناف وده غالبا ستبقى في النواحي المالية لكن احنا خدنا تقريبا في كل طلباتنا أحكام ولا فيه طلبات كنا محتاجين أحكام فيها؟ لا الهيئة يعني أعظم وأفضل ما في هذا الحكم أن الهيئة انتصرت للنادي الأهلي وأكدت على حقيته في كل ما صدر بعريض الدعوة وأكدت أن هناك أخطاء وتضارب فيه إدارة المسابقة أو قالت بالنصف كده أن الاتحاد لم يطلع بدوره تجاه النادي الأهلي مما أصاب النادي الأهلي بأضرار طيب أنا عايزة توقف عند حتة فنية سيبك بقى من الأحكام التانية الجزء الخاص بإلغاء المسابقات زي مسبب 97 مما ألحق الضرر وأنه ما قدرش يساوى لعبته ما قدرش يستفيد منه بالشكل الواجب وهل ده ممكن يترطب عليه إلزام فني في العمل الفني للاتحادات بعد كده؟ الحكم طبعا محتاج الكل أو كل المهتم بالمسألة الرياضية أو منظومة كورة القدم تحديدا الجهات الإدارية مطلعيته لأنه أكد على ثوابته على أمور مهمة جدا فيما يخص إلغاء مسبب 97 الأهلي قال إن تم إلغاءها دون اختاره بوقت مناسب ودي أيضا تركب عليها أضرار لكن في مشكلة في القضية دي إنك عشان تقدم دليل معتبر بهذه الأضرار وقمتها قد إيه دي مسألة ممكن بيبقى فيها تفاصيل كتيرة جدا إنما الدرر سابت بمجة بالحكم إنما قمتوا قد إيه تفاصيله إيه دي مسألة تانية فيما يخص الإثبات يعني في بعض الأمور في هذه القضية كان بيتعذر إثباتها لكن هي واضحة ومؤكد أنها وقعت لكن مسألة إثباتها فيه نوع من الصعوبة السوية زي الأضرار اللي أبمت بالنادي الأهلي من جراء إلغاء مصاب إثباتها لا إثبات قيمتها إنك إنت فيها هتقول أنا كان عندي كذا لعيب تطريت أسيبهم بعضهم ببلاش وبعضهم بقيم أقل وبعضهم لا دي سهل صدقني يعني بس أبتين ويبس يعني لجمة التسويق لجمة التسويق هتحسب لك العزب لكن في هذه القضية مقدم ملف ضخم جدا طبعا موسط جدا وإن اللجنة القانونية بدأت جهود كبيرة وإدارة في الـ 97 دي فيها ملايين لكن في الـ 97 دي فيها ملايين أتفضل آه يعني المجل الآلي مقدم ملف ضخم جدا 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 وموسط كتير من المستعدات وترجمة لكن الحكم في النقية له احترامه وهنرحس مدى استقنافه من عدمه ومقلال استعافي القادمة إن شاء الله ما في مبدأ يعني برضو منطبق هنا لا يدار مستقنف باستقنافه آه لا لو الطرفين استقنفه لو الطرفين استقنفه يتنظر كاملتا يتنظروا الموضوع بالكامل آه آه تمام ماشي الاتحاد ما أعلنش موقفه وبعد مش كده لا الاتحاد حتى الآن لم يتصل علمي بأنه أعلن موقفه طبعا الاتحاد يتخذ ما يرى مناسبا بالنسبة له هذا شأنه بالتأكيد الاتحاد كان لوحده ولا كان فيه انضمامات تانية؟ في الشبط العاجل طبعا آآ حصل احنا هذه الدعوة طبعا ما فيها بشبط عاجل آه أن يصدر قرار بإنهاء الدور قبل ثلاثين ستسة آه في دعوة الشبط العاجل تدخل نادي الزمالك وطلب تأجيل لسداد الرسوم لكنه لم يستكمل الإجراءات بعد ما تم تأجيلها الاتنين سبعة دخل الزمالك طرف مع الآل ولا مع الاتحاد لا مع الاتحاد لا الزمالك تدخل منضمن لاتحاد الكرة منضمن لاتحاد الكرة آه هو طالب بوقع كان عاجل تأجيل آه فدخل في الشق العاجل آه